السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه معلومات سأذكرها باختصار دون أن أطيل فيها الخير وخصوصا من باب نشر المعرفة يستفيد منها الأخوة الذين أخصى الأطباء والعاملون في القطاع الصحي في الدول الأخرى الكوفيد هذا أو الكورونا يا إخوتي خلال العمل معه المعلومات إجابة من يعني من ساحة المعركة تبعوا لهذا بالمستشفيات كثير في ناس كبار في السن يعني يتوفون وأحيانا هو المرأة والزوجة يعني يتوفون بعد معاناة طبعا وفي ناس تجي عليها خفيفة وفي كبار ما بيصير عليهم شكير خطر كثير في شباب عم يصير عليهم خطر في إنه أصدقاء كثير وضعهم كثير سيئ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم في منهم على الأجهزة المنفسية مع أنهم شباب فنسأل الله سبحانه وتعالى لأن لا يبتلينا ولا يبتليكم يا إخوتي هذا المراض من ظهور الأعراض الأعراض تسوق باليوم السادس للتامن وإذا كانت تسوق كثير يعني تصير حادة جدا تحتاج إلى دخول المستشفة بتجي من اليوم من الثمانية لليوم الثناث يعني من اليوم السادس لليوم الثناث من الإصابة من بدء الأعراض هذا هي الأيام الخطيرة يعني إذا نفد الواحد من اليوم الثناث أو الثلاث عشر معناته إن شاء الله نفد للأسف هذا المرض أحيانا ممكن الواحد يبقى أسبوعين عنده حرارة عالية ممكن الحرارة تصل لأربعين فوق الأربعين السعال يستمر فترة طويلة لحنا منقول يعني أن الإنسان يعني لا يعدي بعد أن تزول الأعراض بيومين 48 ساعة بعد زوال كافة الأعراض هذا يبدأ الإنسان يقول أنه ربما لا يعدي لكن الأعراض كما قلت لكم قد تطول لخصا السعال يطول فترة طويلة يا إخوتي مثل ما قلتكم الأيام الحرجية هي من اليوم السادس من يوم السادس للثامن يبدأ الأعراض تزداد من اليوم الثامن للأطمعاش هي أخطر أيام إذا كان الواحد حالته بدي تسوء كتير يكون واحد على شد الانتباه هذه النقطة الأولى يبدأ يحكيها بالنسبة للنقطة الثانية الكلوروكين هذا اللي حقوا عنه كتير وطلع كتير ناس عملوا لي حالا أنه بيفهموا وتكلموا واستعجلوا أنه يقولوا خلاص هذا علاج الكلوروكين هذا دواء مستعمل من سنوات طويلة للملاريا لكن للأسف الآن استعماله صارنا ناخد حذر جدا هنا في السويد ليش؟ لأنه عميئذ الكلا المشكلة أنه بهذا الدواء الجرعة العلاجية للكلوروكين والجرعة السمية قريبين من بعضهم البعض الجرعة السمية له 3 جرام باليوم فالجرعة العلاجية قريبة جدا وبالتالي وخصوصا أن هذا الفيروس يهاجم الكلا أيضا أغلب الناس الذين يصابون بحالة شديدة يصبح عندهم قصور كلوي فلنكون أشد الحذر باستخدامه إذا ما بتاع تستخدمه لا تستخدمه الأمر الثاني لأطباء هذا الكلام لما يكون المريض بحالة تعبانة وعندك بالمستشفى فإذا كان عنده A.C.E. A.C.E. يعني A.C.E. همري بالسويدي مثبتات A.C.E. أو A.R.R. هذلون أقفهم خلال فترة الإصابة أغلب الناس الذين يتعرضون لهذا الفيروس عنده حالة التهابية شديدة جدا والحالة التهابية الشديدة جدا تزيد نسبة الخثرات الدموية ولذلك أغلب الحالات نعطيها مضاد للتخثر مثل الفراغمين أو الانوهيب إذا كان متوفر أغلب الحالات لأنه ضروري لهم لأنه يحدث عنده حالة التهابية شديدة جدا بالنسبة يا إخوتي للتحليل هذا اللي بيعضوهم الأنف اللي بيسموه البي سي إير بفوته واحدة لجوا هذا يا إخوتي نسبة الحساسية تبعه للأسف الآن بين خمسين لسبعين بالمئة يعني إذا كان بوزيتيف عرفنا أنه الإنسان عنده بوزيتيف إذا كان نيجاتيف ما فينا نقول أنه هو نيجاتيف اللي عنده أعراض واضحة مثل الوجع العضلي والقحة الناشفة السعال الجاف والحرارة هذا احتمال كبير يكون عنده الكورونا يعني هذا التحليل الآن ما هو الأساسي لكن يستخدم كثيرا بالمستشفيات بالمستشفيات يستخدم حتى نقدر نصل للناس اللي عندهم خطر الإصابة عن الناس اللي ما عندهم خطر الإصابة إذن هذا اللي بيسموها الفوتو بالأنف وحتى يكون صحيح لازم يفوته الواحد مزبوط يعني حتى يدايق الشخص ومس بس يعني يفوته شوي ويطلعه ما بيعطي نتيجة فكونوا يعني حتى تكون عنكم معلومات بالنسبة للألفيدون يا إخوتي الألفيدون أنا سألت الألفيدون استخدمه بس إذا كنت عمتعاني يعني لو عندك حرارة لا تستخدمه أنه الحرارة لها دور مفيد في مقاومة الفيروس يعني خليه يكون عندك حرارة أحسن ما تخفضها بشرط أنه ما تطلع فيه الأربعين إذا طلعت فيه الأربعين شي تاني وبشرط أنه يكون عم تأذيك أما إذا الحرارة مرتفعة 38 39 خليها لا تاخد ألفيدون ولا تاخد أي مسكن لا تاخد إبريين لا تاخد أي شي نصيحة لوجه الله شو كمان معلومات بدي أحكي لكم إياها اليوم تعلمت يعني هاي المعلومات الأساسية اللي هلأ اليوم هلأ تذكرت لكم إياها النقطة الأولى قلت لكم أنه متى تكون الأعراض يعني متى الوقت الحرج من هذا المرض النقطة الثانية الكلوروكين وعلاجه أنه هذا في عليه مخاطر خصوصا في إصابة الكبد وغيرها النقطة الثالثة أنه الألفيدون لا تستخدموه إلا إذا فعلا بيحاجي إلو والنقطة الرابعة اللي هي إنه هذا الفحص هذا أحيانا كثير ما بيطلع نيجاتيل لكن هو بيكون عنده الفيروس الإنسان هذه المعلومات الأساسية الله يعافينا ويعافيكم هاي حزازية هاي ما لا علاقة بسأل الله الحمد لله يرحمنا ويرحمكم الله يهدينا الله ويصلح بالنا وبالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته